اليوم رح نستعرض أمامكم مسار حدث تسليط الضوء على القوات الخارقة ونجرب لأول مرة معادات البطلة الملكية الرمح الصاروخي فرح شبيب الريبلز معكم هيمو كوك بتاريخ 11 ستة يعني بكرة شو بيكون يوم ثلاثاء رح يبدأ حدث تسليط الضوء على القوات الخارقة يوميا بإمكانك تحصل على مية مكعب ثلج هذا واحد وكينا المفضل يطلعون مية دقيقة اها اكثر مية بشكل مجاني فقط خلال دخولك على اللعبة خلال فتت الحدث اللي رح تستمر لمدة عشر تيام كل ما نهجم على اللاعبين ونكتسب نجوم سنحصل على مكعبات ثلج بالإضافة إذا استخدمنا هاي المرة مدمر جدران الخارقين بالهجوم تابعنا سنحصل على مكعبات ثلج إضافية خليشوف مع بعض مسار للحدث شو الجوائز رح يحطونا إياها بشكل مجاني بالبداية في عنا مدمر جدران الخارق سنأخذه لمدة عشر تيام بشكل مجاني إش كثير بجنن صراحة لان انا بلعب هايبرد ودائما بستخدمه الجوائل زي ما هي أوسمة ومعادن سنمشيها بالجواهر لان انا بستخدم نسخة المطورين في عنا هون 30% تعزيز للتدريبات إش كثير حلو مبارسة كمان في عنا هون أوسمة خارقة رح نأخذهم ويقول لك رح أخذهم لان بالآخر بنا نشوف قديش رح نجمع أوسمة خارقة واخر اشي رح كون في عنا الهيكل العظمي راع البقر أسرع من نفرجكم الدكورات هاي النازلة بالنهاية بشكل مجاني بإمكانك تحصل على 3150 وسام بشكل مجاني وهذا الاشي لو نفوت على التاجر رح يمكننا بانه نشتري رمح الصاروخ حقه 3100 نضافي معك 50 حبة هاي المرة لنضع سكنات لا للملكة ولا للبطلة و بالمناسبة على الأغلب ممكن يعطونا أكواد نعطيكم إياها كل مرة أعطيكم إياها أنا بالكوميونيتي عشان بس تدخلوا على الرابط و تحصلوا على أوسمة زيادة بشكل مجاني فلا تنسوا تعمل وسبسكرايب و تفعل الجرس عشان أول ما يوصلنا الكود أعطيكم إياها في حال كنت حاب تشتري تذكرة الحدث رح يعطيك 800 مكعب ثلج إضافي و برضو كمان قبل ما تشتري خمس تلاف وسام غير 3150 مجموح من 8150 بإمكانك هنا تشتري رنح الصاروخ إلا أنا أتوقع أنا صراح جربته ليس كثير عجبني في أي شيء أحسن منه بنصح أن تشتري معدن خام لامع أو متواهج هذا أكثر شيء أنا بهمني صراحة قبل كنت أشتري الكتب ولكن تطوير معدات الملوك أنا بالنسبة إلي أهم بكثير القرية ممكن تصروع عليها شهر شهرين من زيادة أما الملوك كل فترة وفترة عم يعطونه معدات جديدة وهذا الأشي عم بصعب علينا أنه نمكس كل معدات تبعونهم و صحيح في حال ما شتريت رمح الصاروخ بالحدث القادم رح يعطونا إياه مكان جواهر بـ 1500 جوهرة في حال أنت راع عليك هاي المرة بإمكانك تشتريه بالحدث القادم تمام؟ في عنده هون السهم متجمد في حال أنت ما شتريته من الحدث الماضي بإمكانك تشتريه حالياً أنا صراحة بحب Clash Clans أي واحد فيكم ما بيعرف Clash Royale ما رح يعرف معاناتي معها سأضع هون الديكورات بس هسا خلينا أفرجكم إياها على أرض الواقع تمام؟ هاي كمان في عنا اثنين ديكور كانوا ثلاث همه الديكور الثالث هيو وثنى التنين 1025 يا لطيف هاي الناس اللي بتجمع هاي الأشياء بتحطه هون على الزوايا صراحة بالمرة مش حلو بس فيه ناس بتحب تجمع هاي الأشياء هيك بإمكاني أني افرجيكم الديكورات بشكل أفضل في عنده هون رجل الصبار زي ما تشايفينه أنا مشاهف فيه ناس اللي بتحب تجمع هاي الأشياء أنا بالنسبة لي ما بهمني عنده هون الهيكل العظمي راعي البقر هذا بجنن لازم يتجيبوه واخر اشيي زي ما فرجناكم هسا حالياً الوثن التنين فيا هايك أشكالهم خلينا سنيجي على الجزء الأهم بالمقطع كل ياتو اللي هو معدات البطل الملكية رمح الصاروخ رح يبدأ مش بالمستوى واحد يفتح على تاون هول 13 لأنه أصلاً البطل الملكية تفتح على تاون هول 13 القدرة تعيته رمح الصاروخ نشطة فأنت لازم تكبس على البطل الملكية عشان تدفع على هاي القدرة بس قبل ما تكبس عليها رح يعطيك شوية تعزيزات في عينه هنا ضرر في الثانية 35 ونقاط الإصابة 50 أما في حال شططت أنا هاي القدرة رح يعطيني ضرر إضافي 350 ضرر للمنطقة 0.8 صحيحوا لي إياها بس اتوقع هاي إذا في سكليتونز يبحث بعض كثير نطاق الهجوم عشر رقعات بتضرب من مجال جداً هائل ولكن في دفاع وحيد رح يضلوا يصيدها الهجمات عدد خمسة شو معناتها؟ هاي القدرة مش مشروطة بوقت هي مشروطة بعدد رمح الصاروخ إذا تضربه فمن المستوى واحد لمستوى ثمانية رمح الصاروخ رح ينضرب خمس مرات بس البطل الملكية بتخلص دول الخمس رماح خلص بترجع للرمح الطبيعي اللي كان معها فلو نشوف هون كلما أرفع المستوى أربعة هذا مستوى خمسة لسه عدد الهجمات خمسة ولكن إذا بترفع المستوى ستة ها؟ آه لمستوى ثمانية اوكي رح تضلها تحصل على قدرات ولكن القدر الأهم رح تكون على مستوى تسعة فرمح الصاروخ من المستوى واحد لمستوى ثمانية رح يضل يضرب خمس ضربات أما إذا صار مستوى تسعة رح يعطيها ستة صواريخ تضربهم من المستوى تسعة لمستوى سبعتاش رح تضرب ستة صواريخ أما على مستوى طمنتاش رح تبلش تضرب سبع صواريخ ولو نشوف هنا زائد واحد عدد الصواريخ وهذا هو أعلى مستوى بإمكانك توصله إذا كنت أنت تاون هول 13 فحبيت أنا هاي الشغلة أنه بخلت توصل لمستوى طمنتاش اللي هني بيعطوك عدد الهجمات بتصير سبعة من مستوى طمنتاش لمستوى ستة وعشرين رح تضرب سبع ضربات وآخر مستوى اللي هو المستوى الماكس سبع وعشرين رح يعطيك ثمان ضربات أنا هنا للأسف رح أعمل اختبارات التجاربي على تاون هول مستوى 13 لأنه أنا تاون هول مستوى 13 بمزع معكم فنشوف أول مقطع لتاون هول مستوى مستوى 16 لو تشوفوا هون هاد ثاني صاروخ ضربته عفكرة فيه زي رمح صغير عم بيطلع هذا رح يكون غلط باللعبة ورح يعادله عليه لو تعدوا الرماح اللي ضربتهم عددهم ثمانية هذا هو المستوى الماكس لرمح الصاروخ بس خلصت من ضربهم كلياتهم صارت يمشي طبيعي بالمقطع الثاني في عنا هون رمح الصاروخ مع خاصية التسريع الغضب تبحق الصدي الخاص فيها لو تشوفوا هون عدد الصواريخ بيضلوا ثمانية ما بيزيد لأن في محا هي تسريع هنا نفس العدد ولكن عم ينضرب بسرعة أكبر فقط لا غير خلينا هون نعمل بعض الاقتبارات على تاون هول مستوى 13 رح يفرجيكم رمح الصاروخ شو الابنية يلي بيشيلها من أول ضربة فبس نحط البرباريان عشان حلو تطلع تسلا فلو نشوف هون لو نفعل قضيتها مباشرة رح تضرب هون صاروخ على كل واحد من هاي الابنية بتشيلهم من ضربة واحدة فهون هي رمحة أربعة بما أنه هو مستوى 18 رح يرمي ست صواريخ أو سبعة آسف هاي هيك صاروخ سبعة صواريخ خلصتهم ورجعت طبيعي أما الابنية يلي تحتاج لصاروخين فلو نشوف هون نلعب البطلة ونفعل خاصية مباشرة وحتشوفه أنا عم بلعب صاروخ مسوى ماكس ماشي ضربتين على البومتور الويزارد كمان برضو ضربتين والمورتر بصيدها والإكسبو بتصيدها والموناليث بتصيدها هذول لازم تحذر من هاي الثلاث شغلات فهاي الدفاعات احتاجت لرمحين صاروخ عشان نتشيل كل واحد من هاي الدفاعات ولكن هون استعنت بزلزال خلينا نحكي أنه هاي الدفاعات يعني رايح منها شوية من شرط يكون من زلزال من أي شي ثاني يعني من ضربة ملك ولا ملكة ولا شو ما كان وتشوفوا هون لو هاي الأبراج إلا برج الويزارد إذا رايح منها شوية بتصيد بدها بس رمح واحد وهذا الشي كثير أحسن لإلك لأنه البطلة راح تروح تدمر دفاعات ثاني بطريقها أما بالنسبة لي أقوى دفاعات موجودة و على الأغلب تحتاج ثلاث صواريخ لكل واحد من هاي الدفاعات فلما نبدأ أول إشي بالسكتر شوت مع أنه السكتر شوت عشرة تايل بعدها المفروض تصيد البطلة بس ما بالصيدة ما برف له ونشوف هون ضيعت السبع رماح ثلاث على السكتر شوت وأربعة على مدفعية الصير لو تدبه هون أنه الإنفيرنو في حال مسكها راح تعيد فلو نشوف هون الخاصيات اللي معها أتوقع الجوهرة ما راح تكون كثير منيحة مع الرمح الصاروخ لأنه يعني مش متناسقات فلو أنا أشوف أعتانه الليفل 13 أقال بحكي ماشي لو نلاحظ هون على المعدات أنا أحاط معها جوهرة ملكية أتوقع جوهرة ملكية ما بزبوط بالمرة مع رمح الصاروخ لأنه أنا بدي أشاكل رمح الصاروخ من بعيد مثلا فالجوهرة تروح علي على الفاضي فلو نجرب نحط معها الدرع هون الدمج قداش بصير خلينا نشوف الدفاعات اللي بتحتاج لرمحين صاروخ أو أكثر ثلاثة بالنسبة إلى الوزرد تاور ونلعب هون الخاصية مباشرة والله دائم والله الدرع تباحها جدا قوي حتي كمان المستوى الثاني اللي بيحتاج لرمحين الدرع عم بشيلهم لحالهم بس أنا شايف أنه الدرع مع الرمح كرح لولما بعض صراحة وآخر إشي هون خلينا نجربها مع أقوى دفاعات موجودة بالتاون وسنرمي هون مباشرة الدرع رح ينضرب فهون بدها رمحين على كل واحد أطبق على منلف كمان برضو رمحين على مفتاة الصغر يعني الدرع عم بخليها تضرب رمح أقل على كل مبنى دفاعي من هاي الدفاعات الأربعة خليني آخر إشي أجرب معادات البطن الملكية على أرض المعركة فنشوف هون حاطلها الرمح مع الدرع الملك الشنب مع الطابة الملكة هذا نفس اللي دائما بلعبه مع الكويني تشارج والآمر بلعب التوتم الجوهرة مع الكتاب الهيل دعنا نبدأ بلعب وانا نقوم بحاجة مع حالي هذا انا بلعب حاليا ب نسخة المطورين لانه غير نسخة المطورين ما رح كون في ما يرمح الصاروخ فعن بحاجة مع حالي ولكن تاون هانسة حطيتها يعني ليس متمرس عليها بالمرض دعنا نرى هنا نقص عن الملكة نلعب هنا وولي بريكر اهم اشيه انا صراحة جدا متمرس بالكويني تشارج لما نفوض الملكة ما تشطحش إذا شطحت ديم خزوة وانا كمان بريكر اتوقع بيدي الثالث صراحة بيغلبوا هذول الجدران وانا نفوت لجوه حكرا وراه تاكر حاجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قانقر الا القطة اشترك اجاز اشترك 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 اتمنى استفدتم منه اتمنى اذا كان هناك نقاط معينة حابين اركز عليها في الفجرات القادمة حطوطها بالتعليقات ما اشتركوا باللايك تعليق جميل انتظروا ان شاء الله بالمقاطع القادمة Peace out